السلام عليكم أيها الأحبائين ما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما بإذن الله تعالى أيها الأحبة قطاع الكهرباء يشكل فرد معضلة عويصة تواجه كل الحكومات واجهت كل الحكومات العراقية المتعاكلة والآن هي المعضلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة الحالية تم توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وألمانيا للنهوض بواقع الكهرباء في البلاد طبعا هناك من قلل من قيمة هذه المذكرة طالما وقع العراق مثل هكذا مذكرات دون أن تجد مشكلة الكهرباء حلا لها رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني ذهب إلى ألمانيا لزيارتها ليوم واحد كأن الزيارة كانت مصممة فقط لموضوع الكهرباء وقع وزير الكهرباء السيد زياد علي على مذكرة تفاهم مع شركة سيمينس التي مثلها كريستيان بروخ سيمينس ستأتي إلى العراق لتضع خريطة طريق لعمل أو للنهوض بهذه المشكلة الكبرى لعلنا سنشهد في قادم أيامنا حلا وانفراجا بهذه الأزمة هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم التي حملت عنوان ألمانيا وسيمينس والسوداني لعبة النار معكم على فاضل ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجل شوف الإخراج أحمد سلام أيها الأحبة كما اعتدنا نقرأ سوية مقضعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع ومقالنا الأول حمل عنوان الإطار التنسيقي والسوداني والفرصة الذهبية الكاتب ماجد الشويري الإطار التنسيقي والسوداني والفرصة الذهبية الكاتب ماجد الشويري لا شك أن المنجز الاقتصادي من شأنه أن يعزز من حضور وماكنة الفاعل السياسي والإطار التنسيقي وحكومة السوداني اليوم بأمس الحاجة لمنجز اقتصادي خدمي فاقع حتى يعيد للناس ثقتهم بالعملية السياسية وبهم كجهة سياسية مؤثرة بقيادة هذا البلد وليس أفضل وأكبر من حل معضلة الكهرباء وما الذهاب إلى سيمينز الألمانية لحل هذه المشكلة المستعصية إلا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نقول هذا بكل تجرد وأمانة فهي إن أثمرت وتمكنت هذه الشركة من حل مشكلة الكهرباء فسيكون الإطار والسيد السوداني قد حققوا إنجازا تأريخيا وإن لم يتمكنوا وهذا متوقع طبعا وبتأثير الأمريكان فشركة سيمينز بحد ذاتها لها هذه القدرة على حل المشكلة وألمانيا كدولة بحاجة إلى الموارد المالية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية مرحبا بكم مرة أخرى وانضموا معي للترحيب بضيوفي الأكارم الكاتب المحلل السياسي أستاذ واتف أجابر مرحبا بيك الكاتب المحلل السياسي الباحث في الشأن الاجتماعي ونائب رئيس مركز أفق للبحث والدراسات أستاذ ماجد أشويلي مرحبا بكم ضيفيني كريمين أستاذ واتف كل رؤساء الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق ذهبوا إلى ألمانيا بغية توقيع عقود مع الشركات الألمانية ولعل أبرزها شركة سيمينز لكن العراق لم يجني شيء من هذه الزيارات مخرجات هذه الزيارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ حب ذا لو تصلق الضوء على هارجها نعم شكرا جزيلا لكم تحييركم ومشاهدكم كرام الضيف الكريم بالحقيقة أنا أختصر مشكلة الكهرباء أقول الكهرباء مشكلة الصيف والشتاء يعني إحنا دائما ما نتحدث في الشتاء نتحدث عن تحسين خدمة الكهرباء في الصيف ويأتي الصيف دون تحسين هذه الخدمة ثم نتوقع أن تتحسن في الشتاء لكن يأتي الشتاء أيضا وبالنتيجة نتحدث مرة أخرى عن الصيف وهكذا مشكلة الكهرباء يعني مذكرة التفاهم الأخيرة مع شركة سيمينز يعني هي واقعا إذا كانت تطبق بحذافيرها طبعا أكيد هي ستكون مجدية ونافعة بالنسبة للكهرباء باعتبارها ستوفر بحدود ستالاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية إضافة إلى الاستفادة من الغاز أو تأسيس منشآت لاستخراج الغاز والاستفادة من الغاز المحروق الغاز المصاحب الذي يحرق وهذا يوفر أيضا سبعة آلاف ميجاوات من المفترض فهنا يكون عندنا 13 ألف ميجاوات الكهرباء الآن حسب إدعاءات ولا أقول هذا الرقم الصحيح وزارة الكهرباء تقول وصلنا إلى 24 ألف ميجاوات والحاجة الفعلية تقدرها ب 32 ألف ميجاوات إذن سنكتفي من الكهرباء في حال طبقت هذه الاتفاقية طيب يعني 24 ألف ميجاوات أو ميجا يعني هذه من بين علينا لا لا هذا الواضح أنه الكلام غير صحيح باعتمار اليوم إذا وزارة الكهرباء هي تقدر 32 ألف ميجاوات نعم وعندنا 24 من المفترض على الأقل يعني كل 6 ساعات ساعتين تلقطة مثلا هذا الشكل لكن إحنا إذا نجي نقارن معه في زمن حكومة عبد المهدي كان إنتاج الكهرباء من 17 إلى 19 ألف ميجاوات 19 إلا ربع أو 19 وربع وصل بحدود هذا الرقم كان الكهرباء تجهيز 20 ساعة وفي محافظات منها البصر كانت مستقرة 24 ساعة بالنتيجة كان تقدير احتياج الكهرباء 21 ألف ميجاوات نصد يعني إذا نقارن رقم يعني 19 وقطع 4 ساعات ساعتين باليوم يعني هذه النسبة مقاربة صحيحة لكن إذا وزارة الكهرباء تدعي أنه وصلت للـ 24 والقطع يعني أكثر من نصف اليوم يعني إحنا أكثر يعني أكثر من طعا الساعة القطع الآن موجود وخاصة أنا إحنا الآن فصل الشتاء بالنتيجة الأرقام غير صحيحة الظاهر يعني هي مسألة الفساد المستشري في وزارة الكهرباء وهي ربما واحدة من أكثر الوزارات فسادا بالتالي هذه الأرقام التي تحطى يعني باعتبار هو إذا يقول اليوم أنا أنتج 24 ألف ميجاوات أكيد يأخذ فلوس من الدولة مقدار الإنتاج لكن واقعا هذا غير موجود وبالتالي إحنا إحنا تحدثنا قبل البرنامج أي متتبع يعني مريد يقول الكهرباء هي تستقر وإنما نوعا ما تكون أفضل لكن رأس الشهر تجي الكهرباء تبين على سوى وهذا دليل على وجود موافعات متمرسة في وزارة الكهرباء بدعاون أحزاب وجهات سياسية وأصحاب المؤلدات ولعل التأثيرات الخارجية نعم هي الفساد وأمريكا هم سبب تعطي الكهرباء ساد ماجي مذكر التفاهم اللي وقاح وزير الكهرباء العراقي مع الشركة الألمانية السيمي والهادفة إلى تطوير البنى التحتية وعمليات الإنتاج والنقل وما إلى ذلك لكن في نفس الوقت هذا ذكرنا بعدد كبير من مذكرات صحيح التفاهم التي وقعها العراق مع دول متعددة مثل فرنسا مثل بريطانيا مثل يعني وقعنا مذكرات تفاهم حتى ويم وزنبيق وجيبوتي ومن حلت هذه القرية خاصة الكهرباء بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب لكم ساد علاء مرحبا بي ولضيفك الكريم أستاذ يعني أستاذ جابري وللمشاهدين الأكارم مرحبا في الحقيقة موضوع الكهرباء كما أشرتهم وأشار الأستاذ جابري إنه موضوع سياسي بالدرجة الأساس لذلك نحن نستذكر موقف المرحوم أحمد الشلبي عندما نقل هذه الحادثة يقول أنه في عام 2006 جلست مع الجنرال كيسي قائد أركان القوات المسلحة الأمريكية آنذاك ورئيس الوزراء العراقي وعندما قال له كيسي هذه القصة المعروفة ماذا سوف تعمل؟ قال سوف أثبت الآمن وأعمد إلى تصليح الكهرباء قال أن أما الكهرباء فانساها فانساها وبذلك هناك اتفاقية أيضا سابقة في عهد رئيس الوزراء العبادي أنا شخصيا قد أختلف ويحقبة مرحلة الإعبادي لكن الرجل هو أول من ذهب إلى سيمينز من الذي أفشل الذهاب إلى سيمينز؟ جنرال ألكتريك التي استأثرت باستثمارات وعقود الطاقة منذ عام 2003 إلى هذه اللحظة وهناك مستشارون أمريكيون موجودون في داخل هذه الشركة وفي داخل الوزارة الموظفون الأمريكان الوحيدين يعني اللي هم موجودين في داخل هذه بصفة مستشاري في وزارة الكهرباء لذلك العقود من الصعب أما الآن من الذي حصل؟ أنا لا أقول أنها ليست فرصة ولذلك كتبت في مقالي من أنهم أمام فرصة وأعتقد أن الفرص مواتية لفضح الأمريكان بصراحة نعم الأمريكان اليوم باختبار أنه إحنا أسسنا على أنه الملف ملف سياسي بامتياز الأمريكان اليوم لربما أعطهم خلافات بالملف الأوكراني الأوروبا، ألمانيا وفرنسا تعتبر روسيا والعلاقة مع روسيا ستراتيجيين هي جزء من أمنها القومي الأمريكان يعني وأوروبا الشرقية يدفعون باتجاه القضاء على روسيا والدخول والتصعيد معها إلى ما لا نهاية لذلك أصبحت هناك خلافات حتى في قضية الدعم تلاحظ مثلا الدعم الأوكرانية كان يعني من الأمريكان 8.5 مليار دولار بينما أوروبا اللي دفعت من 3.5 مليار دفعت من عتا ألمانيا يعني أنا بعد ذلك أعفوة حتى أربط حتى أربط يمكن أن يفهم من أن أمريكا غفت الطرف نوعا ما ولذلك القضية محدودة عقد مو يعني حل أزمة الكهرباء بشكل كامل لا لا مو حلها ربما تقدموا حلولا جزئية حلول جزئية ومشوطة هذا أولا وتعدي بها مرحلة طيب أنا على ذكر ما ذكرت من أرقام هائلة مالية هائلة حضرتك بالمقال ربطت بين فسح المجال صحيح للإراق في أن يتعاقد مع السيمينس لكن في نفس الوقت ربطت بين بالدولار بالضبط بالمعالجة الموضوع الكهرباء وتحكم الفيدرالي الأمريكي في السهل يعني أنا أريد أن أعرف شون الربط هذا اللي أريد أن أقوله بصرح اليوم خاصة اليوم بعد هذه الأزمة وبعد ما يعني ما صعد سعر الدولار إلا بعد استشارة وإملاءات موظفه يعني موظفي الفيدرالي هاي هو شون صعد وهذه قربي الحكومة العراقية تضفنا عدد كبير من الخبراء وتمع بضبط هم هذا الموضوع أنا أذكرناه وسماعتها مباشرة من محافظة البنج المركز لا المركز العراق زين وشن اللي راح يصير راح يصير أنه الآن أحكمت الولايات المتحدة قبضتها وسيطرتها على الدولار بحيث أنت أي شركة تجيك أي شركة اليوم تريد تشتغل الكهرباء وتجهز الكهرباء شون تحولي لها الفلوس نعم كلها عن طريق هذا السؤال شنون راح تحولي لها مبالغها إذا ما توافق الولايات المتحدة على هذا التحويل وعن طريق الفدرالي الأمريكي لذلك نحن نعتقد لربما فيها ضوء أخضر من أنه أنتم اذهبوا إلى سمز ولكن لا أن تحل بشكل نهائي هذا لا أن تحل لكن مع ذلك جدت الفرصة إذا جبتوا الإطاريين حكومة الإطار عم الناس تريد شو تسوي الناس تريد تستعيد ثقتها بيكون بالعملية السياسية بشكل كامل إذا نجحت وحليت معضلة الكهرباء قدمت أكبر منجز إذا ما عجزت وأخفقت السمنز وأمريكا تدخلت وما حولت المبالغ يا بحاجوا الناس كشفوا الناس أنه الذي يعطل ويعرقل واللي يحومكم من الكهرباء ومن النهضة العمرانية الحقيقية هو الولايات المتحدة هذا مكان هذا اللي يقصد وهذا بها وجهات نظر طبعا تتعدد طبعا أنتم ضيوفي الأكالم وأنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقارن الثاني الذي حمل عنوان بدأ السوداني بألمانيا أولا وعليه بالصين ثانيا الكاتب يوسف الراشد بدأ السوداني بألمانيا أولا وعليه بالصين ثانيا الكاتب يوسف الراشد لقد سبقت حكومة السوداني حكومة لعبادي وعبد المهدي بالتوجه إلى ألمانيا والصين والاتفاق معهما للعمل وتنفيذ مشاريع في العراق لكنهما جوبهتا بفيتو أمريكي وتحريك الشارع وخروج المظاهرات العارمة فكانت نتائجها إسقاط حكومة عبد المهدي على السوداني وفي حالة عرقلت أمريكا هذه المذكرة وهذه الاتفاقية أو وضعت العقابات والضغوط لإفشالها أن يجد البدائل الأخرى كالصين والهند وروسيا واليابان أو غيرها من البلدان لكن الرجل على ما يبدو قد شد العزم ووضع خطة عمل مشتركة ومثمرة مع ألمانيا ليؤسس إلى شراكة اقتصادية جديدة مرحبا بكم مرة أخرى وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم ساذ واثب شركة سيمينس كان إلهي عمل ربما مثل إنجازا في جمهورية مصر العربية إذ أنها رتبت منظومة مصر الكهربائية اعتمادا على طريقة جديدة لأول مرة ربما تستخدم في العالم إذ أنها وضعت ثلاث محطات من طراز يستخدم لأول مرة في العالم تغطي هذه المحطات الثلاث تغطي حوالي 65% من حاجة مصر للكهرباء منجز يعني منجز يعني إحنا إذا وفقنا إلى نصف يعني إلى 50% ربما تستد كامل الحاجة العراقية لأن المتبقي لدينا بحدود 10 أو 8 ميجاوات فال50% ربما تحول العراق إلى بلد مصدر للطاقة الكهربائية طيب هل تعتقد أن هناك إمكانية لاستنساخ تجرفة مصر في العراق خصوصا لأن الجهة المنفذة واحدة نعم يعني هي أولا ألمانيا يعني كبلد يعني الثاني بلد اقتصاد في العالم وأول بلد كاقتصاد أوروبي بالتالي هي واجهت حتى الأزمات الاقتصادية الأوروبية السابقة واجهتها واستطاعت أن تنجح والآن هي حتى تحاول أن تسعى باقتصاد منفرد يعني ربما عن الاتحاد الأوروبي يعني تحاول قدر الإمكان باعتبار اقتصادها ينهض الشيء الثاني شركات الألمانية وبذات شركة سمنز من الشركات الموثوق به جدا يعني في العالم يعني إحنا الآن مو فقط على مستوى الكهرباء الآن يعني حتى الأجهزة الطبية العملاقة في العالم وفي العراق العراق يعني منذ سنوات هي احتمد على الشركة سمنز والمناشئ الألمانية وبالتالي إذا أنا قلت إذا عملت بالشكل الصحيح ووفقه ما يراد وما مخطط له طبعا أكيد ستنجح ويممكن أن تجي تحلل لمشكلة الكهرباء لكن احنا المشكلة اللي يتحدثنا من خلالها هي المشكلة الداخلية اللي هي تعلق بالفساد هو المشكلة للضغط الأمريكي وبثل ما أشار دكتور مانجد يعني مسألة الجنرال الكتركية لا تسمح للشركات والمشكلة للولايات المتحدة لا تسمح للشركات أنه تجي تشتغل بالعراق ولا هي تشتغل يعني تأخذ العمل وتبدي بدايات وتوقف العمل يعني بالذات يعني في مسألة الكهرباء اليوم العالم يعني أصبح عالم متغير أمريكا ليست هي القطب الواحد المتحكم بالعالم وإقتصاداته وسياساته وصناعاته والتجارته بالتالي اليوم حتى يعني دول العربية وشفتوا آخر مؤتمر عقده في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الصين بالتالي العالم اليوم توجهته أخرى يعني ربما يحاول الخروج من القبضة الأمريكية التي مهمة على العالم نعم هو شريك غير موثوق به الولايات المتحدة دائما تبحث عن مصالحها دائما تبق الشعوب غير مستقرة نحن النظام السياسي والوضع البنيوي للدولة وإلا الولايات المتحدة يعني من عام 2003 إلى اليوم يعني تركت العراق يعني وضع غير مستقر يعني بما فيها الوضع العسكري يعني أو الجيش العراقي يعني كأنما هي الآن التي تتحدث بالتواجد لا بدها تكون عندها قوات وأنها تدرب القوات الأمنية العراقية بينما ترك الجيش العراقي كأنما جيش يقاتل في الحرب العالمية الأولى بدون مقاتلات للأجواء للسيادة الأمريكية طبعا واضح إلى جذر نظري يعني ما طرح كيسينجر من أنه ليس على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساهم في وضع الحلول للمؤضلات التي تعاني من الأدول بل عليها أن تستثمر يعني كأنما هو يحاول أن أرجاع العراق الحياة البداية لأن اليوم الكهرباء هي ما تتعلق يعني مشكلة كهرباء وإضاء وتدفئ وتبريد لا عجلة تتعلق يعني بالحياة المعامل المصانع الزراعة المكننة الحديد اليوم تماما تعتمد على الكهرباء الحياة تتوقف وبالتالي هذه أيضا تأثر على اقتصاد الفرد يعني بحد ذاته يعني أنت اليوم تجي تدفع المواطن يدفع للمولد والمصنعي والمطعم يدفع للمولد وكذا وكذا بالإضافة إلى هدر الطاقة والتلوث البيئي وقضايا تتعلق وأمراض يعني جملة من المشاكل التي تولتها عدم وجود الطاقة بالإضافة إلى نحن نشعر كبلد أنه لحد الآن كأنما نحن في سبعينات هل تتلمس سعيا للحكومة يعني في سعيها هذا مع شركة سينوس الألمانية يعني لعلها تحاول تجاوز الاتفاقات التي عقدت مع مصر أو الأردن هذه الاتفاقات المريبة يعني لأنه الاتفاق مع سينوس رح يعبرناها لا لا أعتقد هذا الاتفاق يختلف لأنه السيد السوداني هو صرح ووعد الشركة الألمانية وعاد الألمان بأنه الأموال جاهزة يعني يكون تزويتهم بالأموال بشكل مباشر يعني يبتعد عن البراقراطية والروتين يعني يبتعد يعني هي طبعا هناك من الحقات طبعا بالاتفاق يعني حتى يعني من ضمنها وفوط سياحية كذا تكون التبادل بين البلدين الشيء الثاني إعداد معاهد تدريب مهني باحتبار اليوم حتى المهن حتى الزراعة اليوم تحتاج إلى التدريب لعل ذلك وساهم في تجاوز يعني المفترض الداخل إذا ما تخلصنا من آفة الفساد طبعا هي نعم بتأكد سيد ماجد هناك رؤية تقول بحسب معطيات الساحة الدولية واشنطن تسعى لاستمالة الدول الأوروبية وهذا ما ذهبت إلى حضرتك يعني بعد الحرب الروسية الأوكرانية من أجل إعادة الثقة بواشنطن كشريك مؤتمن بعد ترامب الذي أصر بسمعة واشنطن لذا ستسمح الولايات المتحدة للعراق بالانفتاح على أوروبا وخصوصا فرنسا وألمانيا وبريطانيا لأنهم يشكلون ثقلا ناتو ثقلا أوروبيا ومن المساعدين الداعمين ولأنهم الأعضاء الأكثر بروزا في الناتو إضافة إلى أنهم في جبهة واحدة ضد الروسية تتفق مع هذه وجهة النظر هذه وأريد مبررات الاتفاق نعم أتفق نسبيا لكن قبل هذا دعني أعرج على كلام ذكره جدا مهم الأستاذ السيد باطق الجابري هو مهم أشوف أنا ألاحظ مرات عالم الحيوان أجل لكم الله وأشوف الأسود عندما أتحاول تفترس فيل أكبر منها وانت ألاحظ يعني أدقق على الموضوع تذهب إلى ضرب مفاصلة نعم يعني تفترس مفاصلة بعدين يجثم فيزر الحجمة وبالتالي نعم ينتهي بعد يجوع يبقى منها لما يخفها فتفترس الولايات المتحدة قبل 2003 هي اللي استهدفت الكهرباء وحطمتها مو اليوم هي نفس اللي حطمت الكهرباء في حربها على العراق حجة تخراج حجة تخراج العراق من الكويت جيش شعلي الكهرباء شعليها بخروج الجيش لذلك وعادت استهداف الكهرباء ومنعت من أن يتمتع الشعب العراقي بنعمة الكهرباء هذا حتى المواطن يعرف نحن الآن ننقل بأمان أما في خصوص سؤالكم نعم هناك تباينات بخصوص الأزمة الأوكرانية بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية يعني تريد أن تذهب بعيدا يعني في حربها ضدها تريد أن تستخدم أوروبا الشرقية للتحاد الأوروبي كم ماشت نار وبالتالي هي تحقق معاربها لأنها أطماع بالقطب الشمالي يعني هناك غنية بالغاز والنفط وما إلى ذلك وهي أيضا مكامن لكنوز يعني لكنوز فضلا عن قضية هي تتقوض ظهور القطب الجديد اللي هي القطب الصيني شنغهاي إيران هذا هي تتقوضها لأنه جاي تشعر استرجاع روسيا لمخالتها نعم تماما هي طبعا ما تقدر تستفرت بالصين إذا ما تقوض مكانة روسيا نعم بروسيا لذلك اعتبر يعني بوتين اعتبر القضية كذلك مثل ما تعرفون اعتبر القضية قضية يعني حياة أو موت نعم بالنسبة لهم اللي حدث الأمريكان في المقابل يحاولون جرى الاتحاد أو روسيا لحرب استنزاب في أخران بالضبط هذا واضح لكن أيضا الأمريكان لا أمريكان يعني الأمريكان أنا مثلا برجينيسكي عنده في كتابه رقعة الشطرنج الكبرى يتكلم عن هذه القضية أمريكا بدون هيمنة لا أمريكا نعم أمريكا وجدت يعني سيكولوجيتها وضحها كلها مع الهيمنة إذا ما تتفرد أمريكا تنتهي تتلاشى رأسا تتقسم الولايات المتحدة وبذرة الانقسام الاجتماعي وغير موجود لذلك الولايات المتحدة أيضا ترحل أزماتها الداخلية وين تنقلها الأوروبيين باتجاه المواجهة مع روسيا هذا من جهة وجاء الثانية بدأوا الأوروبيين يعرفون يا باتحال شو الأثمان نحن نتفحها الأمريكان ما جاي يدفعون الثمن الحقيقي شفتوا أزمة الكهرباء أزمة الغاز أزمة الطاقة في أوروبا بحيث اليوم بريطانيا تحاول الأزمات اللي عندها تفكر جديا بأن ترجع إلى الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي التي خرجت منه عنوة بالضبط ألبانيا مؤثرة في الاتحاد الأوروبي واختلفت مع الولايات المتحدة بخصوص الذهاب بعيدا في صراحة ومواجهتها مع الأوروبيين تحاول الولايات المتحدة الآن شو تسوي تطمن وأيضا بنفس الوقت تهدئ من هذه يعني الغلوة اللي أصبحت عدتها باتجاه إذا اليوم الأوروبيين قرروا بالاتحاد الأوروبي التفاوض مع روسيا خاصة بعد معركة سوليدير سوليدير عندما احتلها الروس وأشرف على منطقة حيوية بخموت اسمها بحيث أنه تمكن الآن بإمكانه أن يغلق بوابة البحر الأسود على أوكرانيا تماما يدخل على الأوروبي قال لك هذا إذا اليوم راح الاتحاد الأوروبي راح باتجاه المفاوضات مع الروس أنا أحصل أبو الأميركي يقول تعال أنت قاطع الغاز عليه أنت تبيع عليه الغاز للولايات المتحدة الآن تبيع الغاز المسال للاتحاد الأوروبي بأثمان مضاعف عن الغاز الروسي الرخيص إذن شوال الحال الحال خلي أفتح لهم فدنافذة ولكن أيضا المحدودة أنا هم أقول للسوداني أقول لا تذهب بعيدا إلى أنه تحل معقولة جنرال أليكترك تبقى بالعراق مكتوفة الأيدي وتباوى على سمنز تحللها خصوصا بعد تدخل التراح يعني هذا ممكن أتمنى أنا عراقي أتمنى لكن هل يعقيل أنه جنرال أليكترك مولانا جل موظفيها من المخابرات الأمريكية وجزء من أيدولوجيتها هو فرض هيمنتها على المنطقة على هذه الدول والتجسس نعم لا بأس بالذهاب والله نحن مع الذهاب إلى سمنز ولتحللنا قليل جيبيننا 6,000 جيبيننا 6,000 ميجاوار جيد جدا أحسن مما قايل يا بروح لي للسعودية والله تطيك 400 ميجاوار وعودوا بالنقل لو الاتفاق مع الأردن أن يجب تخير 80% من حاجة العراق فضيحة تلك فضائح نعم اذهب إلى سمنز ولكن يجب أن ننوح حقيقة موارد يعني لا نذهب مو نشمر كل يعني عنباتنا بسلة كأنك تلمح للسيد السوداني بضرورة الذهاب إلى الصين طبعا حتى ولو بشكل محدود يا أخوة طبعا بالمناسبة أنا دائما أقول وكتب مقالاتي ما كو يعني ستراتيجيا أكو ضعف بالستراتيجية شوف يعني إذا شبك مصالح الصين هنا شنو الفارق بيننا عفوا الفارق بيننا وبين إيران يعني أكو فارق رئيسي بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الجمهورية الإسلامية في داخل مجلس الأمن عدتها حلفاء عدتها يعني أستمون قول حلفاء عدتها مؤيدين عدتها روس موجودين عدتهم حق فيتو زين الصين عدتهم حق فيتو أنت أبو العراق من تريد تدخل بأزمة اقتصادية أمنية وغيرها من عندك بمجلس الأمن ما عندك دولة وراك أتحق فيتو حتى تقدر أمنيا غيرها ولذلك أصبحت أنت الحد الآن أصبح عندك يثقر لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحجم الدور العراقي وتحاول منع العراق من تجسير العلاقة مع الدول ذات في حين أن الجمهورية الإسلامية مالكة لأمرها لذلك باستطاعتها أن تعمل على محاور متعددة ليست كما هو الحال في العراق ضيوفي الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ سوية مقطع من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان زيارة السودان لألمانيا نوعية وليست تكرارا لسابقاتها الكاتب رسول حسن نجم زيارة السودان لألمانيا نوعية وليست تكرارا لسابقاتها الكاتب رسول حسن نجم بما أن الولايات المتحدة كانت هي الضغط المعرقلة في عدم إتمام الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة العراقية ولأن السودان لم يتغاضى كسابقيه عن الدور الأمريكي المعادي للعراق فيما يخص إصلاح الطاقة الكهربائية وأن لا جدوى بإمكانية تفاوض العراق مع الجانب الأمريكي مفردا بدون ألمانيا يتضح لنا ما يلي أبعد العراق الكرة عنه ورماها في الجانب الألماني كي تحل مشكلتها مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص بالاستفادة من عامل ضغط الطاقة ومخاطره الكبيرة عليها عقب الحرب الروسية في أوكرانيا لا سيما وأن العراق يعتبر الخامس عالميا في احتياطي مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى وأجدد ترحيب أيضا بضيوفي الأكارم الكاتب المحل السياسي الأستاذ واثق الجابري الباحث في الشأن السياسي ونائب رئيس بركز أفق الأستاذ ماجد الشوالي مرحبا بكم يا ضيفيني كريمين أستاذ واثق الرئيس التنفيذي لشركة سيمينز جو كيزر قال في تصريح له أن شركة سيمينز تتمتع بقوة هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقوم بتوظيف ستين ألف شخص وتخلق مية وخمسين ألف وظيفة أخرى بشكل غير مباشر لذا فنحن أيضا شركة نعد شركة أمريكية وأعتقد أننا نستحق الاحترام والمساواة في مجال العمل كيف يمكن فهمها التصريح في ظل زيارة السيد السوداني لألمانيا يعني هي هذه الدول يعني بلاد المتحدة والاتحاد الدول الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا طبعا أكيد لا مصالح يعني المشترك يعني بين بينها البلدان وواحد وينتفع من الآخر لذلك هما يعني تشوفوا أنت الآن يعني حتى تحالفاتهم بالدولية العسكرية التحالفات الاقتصادية التجارية دائما هناك تحالفات لذي تبادل المصالح لكن احنا من يجي للعراق يعني السيد السوداني وضع ضمن أولويات برنامج الحكومي ملفات يعني منها ملف الكهرباء والصحة والخدمات الآن نشوف احنا في مجال الخدمات ولا تقدم يعني في مجال الخدمات يعني بالذات الجهد الحكومي اللي تقوم به بالتعاون مع الحجد الشعبي هذا موجود وواضح يعني في المناطق الفقيرة هو طبعا أيضا نتحدث عن يعني استيداف شريحة الفقراء وفهم أيضا نشوف حملات الرعاية الاجتماعية وأيضا بها مشاريع في المناطق الفقيرة في مجال الصحة أيضا نفتح مؤسسات والمستشفيات مشاريع جديدة في مجال الطاقة طبعا هو هذا واحد من التحديات لم نلحظ يعني الكهرباء لم نلحظ يعني غلالها الفترة ويتحدي وبثل ما أشار أستاذ ماجد أنه المواطن العراقي وبثل ما ذكر بقال أنه فرصة ثمينة أو فرصة ذهبية شريحة نسميها يعني إحنا اليوم كسب رضا للشارع العراقي طبعا هي يعني هم الولايات المتحدة ممكن تهدد بتأجيج الشارع وهذه ما تسمى حروب الجيل الخامس تتوير الشارع ضد الحكومات وبالتالي هذه ورقة تستخدم إحنا اليوم إذا قدرنا نرضي كأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني وقفت على وقفت بيقين على أن ورقة الشارع يعني لم تكن بذاك الزخم الذي كانت عليه في الآن الشارع لا لا الشارع عنده يعني ولذلك بدأت يعني لا لا مراهنات شوفوا بدأت العمل على الجانب الاقتصادي لا لا القوة الماسكة للدولة يعني بالذات قوة الإطار وسيد السوداني يعني أولا القوة الإطار هي تدرك أنها في تجربة وأنها على المحف ولليها أن تنجع السيد السوداني طبعا أكيد بتاريخ الناصع وخدمته يعني بالدولة يعني هو رجل يعني ربما نراهن الكل يراهن على نجاح السيد السودان لذلك الشارع العراق أيضا ينتظر لكن بنفس الوقت الشارع لا يستطيع أن ينتظر يعني إلى ما لا نهاية ما ممكن إحنا اليوم نيجي نقوله راح نسوي الكهرباء راح تجي الكهرباء راح تتحسن وبالتالي إحنا الحكومة يمر على عمرها مثلا ستة شهر وما كوا ما شايفين الكهرباء ما شايفين على خدمات على أرض الواقع المشكلة إحنا يعني هسا الآن يعني مثلا أنا أتحدث مثلا تجربة مستشفى الكاظمية لما يجي المسؤول الحكومي بنفسه ويتخذ قرارها صارمة ويركز الجهود في مكان يستطيع أن ينتج لكن أما توزع الجهود يعني حتى في مجال الكهرباء توزع الجهود يعني هذا ما أعمل ناقص شوية وذاك ناقص شوية وذاك كذا وبالتالي ما يبين الشور أو ما نستطيع يعني على الأقل يعني كم مؤسسة بالكهرباء ممكن إحنا نصلح حتى ثمين بالتالي يعني الشراكة الدولي يعني حتى أستثمر الوقت لتناول محاور أخرى يعني أستاذ واثق يعني إحنا عندنا مشروع لهو طريق الحرير التي وجهت الصين دعوة للعراق للانخراطين بل أن الخبراء العراقيين يؤكدون أن من مصلحة العراق الاتحاق بهذا الطريق والاتحاق العراق بهذا الطريق يستبطن أيضا حلا لمشكلة كهرباء العراق ليش ما يروح للصين يعني يعني مشكلتنا يعني العراق يقدر يروح لكن مشكلتنا بالقادة السياسية معظم القادة السياسية يعتقدون أنه بقاءة في السياسة ووجودة بالسياسة ويمكن المستقبل السياسي مرهوم بمغازلة أمريكا نعم نعم بإرضاء الولايات المتحدة وبالتالي على حساب الشعب العراقي أنا قلت اليوم الرهان إذا كسبنا شعب العراقي فلا الولايات المتحدة ولا غير هي استطيع أنه يدخل بالشارع العراقي وممكن يؤجج الشارع أو يعني اليوم إذا شفنا الكهرباء مستقرة وصحة زينة وبدأت المدارس تكون هذا يعني تسوي نوع من التغيير لكن هذا مو هو الطموح طموحنا أكبر طبعا عندنا مكانية عندنا أممال وحاجتنا أيضا بالتأكيد وهو الفرضية قائمة على يعني ضخامة حجم الحاجة العراقية لمختلف الجوانب لعل أبرزها أوضحها هي قضية الكهرباء أستاذ ماجد أريد ناقشتي هذه الفكرة أو الرؤية التي تقول أن الهدف من الدعوات المتواصلة للسيد السوداء كان سواء من لقاء السفيرة الأمريكية ببغداد وقمم عمان السعودية وتحرق فرنسا لغرض إشغال حكومة السوداني حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود في الحرب الأوكرانية الروسية ومعالجة أزمة الطاقة يعني مو لهذه الدرجة أن يكون العراق في يعني موقع بحيث أنه المعركة أو مآلاتها ممكن أن مثلا تكون مرهونة بي لا مو لهذه الدرجة ولا حتى العراق مو كلش يعني يوغد لهم يعني 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 خلينا نتناولها بالإحاظ فسح المجال الأمريكي هذه الكوة التي فتحت لا لا هو قضايا كثيرة بالمنطقة تعرفون هو كما يعبر عنه يعني يعني في عالم السياسة يقال من أنه العراق هو عقدة مشاكل العالم حتى أنه أحد يعني حلبات الصراع الأزلية ومشتبك يعني إذن ممكن أن نترحب هذا الحل بشك طبعا لكن مو هو فقط يعني مآلات المعركة ما مربوطة بالعراق ماذا أنه قضية عدنا شوف يعني احنا تكلمنا فيها في أكثر من حلقة يمكن حضرتك أولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد التفرر لمواجهة الصين هذا العملاق الصيني وروسيا حتى مؤخرا التقارير تحدثت الأمريكان نفسهم حتى الروس الانسحاب من أفغانستان هو للتفرر لمعركة أوكرانيا يعني الولايات المتحدة عدتها هنا ربيبها الكيان الصهيوني في هذه المنطقة وعدتها ذول حلفائها إذا تتوجه بكليتها إلى مواجهة الصين وغيرها تقول تعالوا شون تركون الكيان الصهيوني وغيرها مطامع هنا أكو دولة هذه الدولة بالمنظومة العربية منشزة منشزة عن المنظومة العربية بجغرافية بطوبة طوبة بغيرتها العفو بشعبها بأرثها بثقافة العراق بشكل وبآخر مختلف عنه عن هذه المنظومة هسا لا هوهم بالمجلس التعاون الخليجي وإن كان عنده أطلالة خليجية ولا لذلك إنه إحنا إذا نترك العراق إذا نترك المنطقة العراق سوف يذهب إلى الصين وإلى روسيا وإلى إيران نحن نخلي نضمن أن العراق يصبح جزء من منظومة التطبيع الاقتصادية هاي القضية نحن نذهب نضمن ندفع بهذا الاتجاه ما نقدر نتفرغ وندير ظهرنا للمنطقة والعراق بعدما مضمون وين اتجاهها راح يسوينا مشكلة العراق ليش يسوينا مشكلة أولا العراق شوف اليوم سعودية تحيش عزلة ما تقدر تقود المنظومة العربية انشقاق اليوم تنافس بين الإمارات وبين السعودية قطر ذهبت باتجاه تركيا مصر ما أعطتها إمكانية تقود الدولة العربية ليبيا انتهت الجزائر انتهت من اللي مؤهل لقيادة المنظومة العربية العراق فقط اقتصاديا وإرثا وإمكانيات وكل تلك إذا تعوف يتعافى تهرأ المنطقة تهرأ كلها لقيادة العراق لذلك ما تتصور أنه أمريكا تتوجه إلى مواجهة الصين وروسيا وهي ما ضامن العراق أصبح جزء من منظومة لابد من تكبيل هذا هو معناه تتكبيل ورهن الاقتصاد العراقي ها عيني رهن علما لمنظومة التطبيع حتى يكون جزء ما عندفد مشكلة ويا إسرائيل وشي صير عندك يصير لقمة الشعب العراقي مرهونة بالاتفاقيات الاقتصادية اللي موجودة عند الأردن وعند مصر وعند الإسرائيل حضرتك قبل قليل أشرت إلى ضرورة فضح الموقف الأمريكية أنا أريد أسأل أن الدستور العراقي في زمن نظام الباعد كان مصمم يعني فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي مصمم اقتصاديا على الاشتراكي الاشتراكي دستور الجديد بني على أساس اقتصاد السوق الحر السوق الحر نعم طيب السوق الحر أنت ما ممكن أن تشغل ماكنتك الصناعية بدون الكهرباء الولايات المتحدة تمنع الكهرباء وزين هذه حلقة مفرغة يدور بها العراق يعني كيف يمكن للعراق أن يفلت من هذه الحلقة المفرغة ليجد الطريق كيف يخرج من ربق الهيمنة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية استحوذت حقيقة على الكهرباء ومنعتها لا نهض عمرانية لا نهضة تربوية لا فق أي نهضة ما ممكن يشكلها العراق ما لم يحل ملث في الكهرباء لذلك نحن ممعرقلين أول شيء بعد التوكل على الله بعد التوكل مصارحة الشعب ومثل ما أشار جناب الأستاذ واثق الجابري أنه أنت خلي أي حكومة خلت السند بعد الله على شعبها مصارحة وانت مين خايف انت خايف يظاهر عليك يقول لك ماكو كهرباء خلي الظاهر يقول لك لا خلي الظاهر يطلع وياك يقول لك هيتش هيتش من عند اللي منعني الكهرباء هو هذا اللي يريده بدل ما يطلع مخدوع الشعب خلي يطلع ويظاهر وهو واعي يعرف من اللي يحرم الكهرباء من اللي يريد يدفع بي باتجاه اسرائيل وبالتالي خليه يقول لك من ترتهن لقمة العيش واقتصادك بالتالي يصير الاحتراف باسرائيل جدا طبيعي طبعا هو طبعا اول شي خطوة 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 اتطبع انت اتطبع اقتصاديا بالتالي يصير التطبيع السياسي لا بدت اصوات خلي نطبع يا بدا ومعنى يريدون هذا بالتأكيد يدعو كأنكم توجهون الدعوة للسيد السوداني في ان يتكئ على العراقيين العراقيين سوف لطار التنسيقي والله عذرا لطار التنسيقي وكل القوى مو فقط السوداني وعمقه الجماهيره وهو يعني لم يخيب الامال عبر التاريخ على اي حال كتب السيد قاسم العجرش مؤدي البرنامج الخاتمة التالية الكل يعلم ماذا فعل الرئيس الامريكي دونالد ترامب عندما اراد العراق ان يتعاقد مع شركة سيمينس الالمانية لتطوير الطاقة الكهربائية عام 2016 وحينها اكد الرئيس التنفيذي لشركة سيمينس جو كيزر في مقابلة اجرتها معه قناة دي دابليو الالمانية ترامب لعب دورا هذا تصريح جو كيزر صحيح ترامب لعب دورا في محاولة عرقلة اتفاق الشركة الالمانية مع الحكومة العراقية من اجل منح كامل الصفقة الى شركة جنرال الكترك التي اشار الاستاذ ماجد الى ان معظم موظفيها من السي اي اي هل تغيرت الاولوية الامريكية هذه المرة ام في الافق شيء ما شكرا الى لقاء قادم باذن الله اشتركوا في القناة